قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري شرقية بغداد بحسب تأكيد مصدر أمنية وأكد المصدر أن الانتحاري فجر السيارة التي كان يقودها بالقرب من معارضة للسيارات في منطقة تابعة لمدينة الصدر شرقية بغداد وهو ما أسفر كذلك عن إصابة نحو ثلاثين آخرين ولم تتبنى أي توجهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة من بغداد ينضم إلينا مراسلنا شافيق عبدالجبار دعنا لو سمحت في تفاصيل هذا الانفجار في شرقي بغداد نعم نادين طبعا تضاربت الأنباء حول عداد الضحايا نتيجة هذا الانفجار الذي نفذه انتحاري يقود سيارة حمل من نوع كيا فجر نفسه بالقرب من ساحة وهران في منطقة الحبيبية وهذه المنطقة هي منطقة لمعارض السيارات فيها الكثير من المحل ومعارض السيارات وهناك ساعة ذروة كانت عندما أقدم الانتحار على تفجير نفسه كانت في ساعة الذروة وهي وقت العصر في هذه المنطقة حيث يجتمع الباعة والذين يريدون شراء سيارات في تلك المنطقة المليئة بالمعارض طبعا الحصيلة التي تم الإعلان عنها من قبل قيادة عميلات بغداد وهي مقتل تسعة وإصابة عشرين هذه هي حصيلة أولية قابلة للزيادة بينما تتحدث وكالات أنباع عن مقتل ستة عشر شخصا وإصابة حمسة واربعين آخرين في حصيلة أولية كما قلت لك نادين أن العملية نفذت بوسط تجمع سكان كثيف ووسط باعة ومشترين للسيارات ننتظر الحصيلة النهائية وهي الكلمة الفصل التي سوف تقولها قيادة عميلات بغداد وهي المعنية بذلك إلا أن الانفجار أيضا خلف عدد كبير من احتراق سيارات وأضرار مادية لحقت بالمعارض في تلك المنطقة المكتظة نسبيا شكرا شزيلا شافيك عبدالجبار من بغداد